السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده ده تاني فيديو عن اسئلة تلت سنوي ورب بالتوفيق للجميع ان شاء الله ويرب الناس كلها تستوعب معي الاسئلة واجابتها. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم العلم لنا الا ما علمتنا انك انت السميل علي. اه السؤال ده بيقول يعني ايه يعني يقول لي المكان والوظيفة بتاع الحاجة اللي هو بيسأل عليها اللي هي بتاعه الموقع بتاعه في في نهايات الالياف العصبية. الفنكشن بتاعك الاسطايل كولين انه هو نقل عصبي بسبب الانتهاء لفرق الجهد سماسة الممبرين وعلى سبيل المثال. اعلى سبيل المثال اعلى سبيل المثال السؤال الغير يصبح مزيدا وتعالى يصبح مزيدا وتعالى يصبح مزيدا وكيصف الكولين اسطوريز اللوكيشن بتاعته في النيورو ترانسيميشن اه النيورو نيورو مصلا جنكشن بوينز تمام اه الفانكشن بتاعته انه هو بيحول الاسطايل الكولين الى كولين واستيد اه بيلغي الاسطايل كولين اكشن بيعمل اه البيمبرين برميابلتي تو ايونز ريتيرنس تو the resting state بيرقاح resting state then becomes ready to be stimulated and response again سؤال تاني بيقولي الترانسفرس لينكس اللوكيشن بتاعها هي بتمتد من المايوسين فيلمنز لحد الاكتين فيلمنز الفانكشن بتاعته انه هي بتسحب الادجاسنت groups of the actine filaments towards each other leading to muscle contraction تمام تعالى للبيولوجيكال importance question بيقولي المسلز البيولوجيكال importance بتاعتها انه هي اول حاجة the positional movement بتعمل حركة موضعية change of certain organs a position in relation to the other parties of the body بتغير حركة موضعية اللي بعض الاعضاء بالنسبة حركة الجسم بيقول ترانسفورتيشن النقل body transportation from place to place maintain body posture يعني بتثبت قامت بتخلي الجسم بتاع الانسان مستقيم قامتوا كده مستقيم مش محني ولا حاجة either by sitting or standing سواء كان واقف او قاعد especially by muscles of اه وقواصة اه العضلات اه بتاعت ايه الرقبة والترانك الجزع واللور لمبز الاطراف السفلة تعالى سؤال بعد كده بيقول لي give reason continuous movement of اه طبعا give reason دي هي تابعة برضو function بتاع المسلز تمام continuous movement of blood inside blood vessels الحركة المستمرة لل الدم داخلي او عاد دماء دي من ضمن function بتاع المسلز and to maintain the normal blood pressure وتحفظ عداته الطبيعي اللي حركة ايه للدم اه boy the contraction of small muscles involuntary لا اراديا in the wall of the blood vessels تعالى السؤال بعد كده بيقول لي اه ده سؤال اه وصل تمام اول حاجة القولنا اللي هي هنوصلها بايه بدي اللي هي found in the upper limb. الكلافكيل اه اللي هي العظمى بتاع الكلافكيل اللي هي الاي فاوند انزا بكترال جيرد. تعالى التالاتة بيقول لي الفيبيولة اللي هي الفاوند انزا ليك. اللي هي بي اللي هي فاوند انزا ثراسي كيج. تعالى بقى الايه لبعض الاركاب تمام؟ بيقول لي ازا فيرست فلتيبرة. اتشت دوزا فلوتين جريبز اول فلتيبر بتتوصل بايه بي الفلوتين جريبز تمام؟ اللي هي ايدي تمام؟ اللي هي ايدي ارقم تلاتين اللي هي رقم خمسة وعشرين تمام تعالى الرقم معذرة اللي هي اللي هي رقم تمنتاشر تمام VR onder خمسة وعشرين اللي هي رقم اربعة تمام تعالى الرقم اللي هي الرقم وفلات تمام اللي هي رقم رقم اللي هي c اللي هي رقم 22 اللي هي تلاتين رقم تلاتين طبعا الحاجات دي هتبقى مجرد حفظ هتحفظها عندنا بعد كده قعد كتابة الجمل الخاطئة ينتقل مع عنا الطبق المباشرة اللي هي الاجتماع الاجتماع الفيسيسي عليك الانضاع السؤال حينها تنتقل مع عديدة وأنك تقوم بحقية في الارض بعد رجل يهتم هنا الفيسيولوجيكال سببورت بيكوز سايز انتبريجر اوفاكيول انكريز باي اسموزيز تمام ازا 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 افكتن كسل والشيب ويز ويجريد سيطو اكستنديك اوفاكيول تعال السوال بعد كده بيقول للور زلور 2 pairs of ribs number 11 and 12 are called floating ribs because they are short then don't reach the sternum تعال السوال بعد كده if you leave fresh seeds in dry place after time the seeds wilt due to the loss of water فقدت اليرف السيولوجيكال سبورت بتاعتها تعال السوال بعد كده بيقول لي the writing of leaves the wilting of leaves and stems of herbaceous plants that feast root and they attain its turgidity by soil irrigation او بيقول لي يعني ان هي بتنشاف بعد القفاف وبعد كده بترجع تاني بعد الراحة بالمية ان هي بتفكت الفيزيولوجيكال سبورت وبترجع تاني الفيزيولوجيكال سبورت بعد المية ما ترجع and all be due to the loss of water if it lose by the فيزيولوجيكال سبورت so the cells shrink well and wilt but when water enters the sylvacule by smothers the cells that teens their turgidity اه هنكتفي بالقاطة ده عشان نقدر نحمل الفيديو لان الفيديوهات اللي بتبقى اكتر ما بتتحملش والناس بتقول ما بتنزلش فيديوهات تاني وارجو الدعم اه ومشاركة الفيديوهات عشان اقدر المدعم ومشاركة ده بيخليني اقدر احمل فيديوهات اكتر وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله